اليوم ميدان المرموم تحفة ميادين السباغات شوطنا التاسع عشر اللي ينطلق على بركة الله وتوفيقه خاص بالجعدان الإذاع المحليات الأصائل وشعارات ابناء الغبائل المتنافسة على لقب الناموس هنا في هذا اليوم السعيد اليوم المبارك اللي يجمع كل المشاركين والمتابعين عشاق رياضتنا العربية الأصيلة عشاق العالم الساحر وعالم المواهب هنا مواهب رياضة الأباء والأجداد نتابع هذه الانطلاقة ونتابع هذا الاندفاع الجميل والمثير هنا في شراغ شمس هذا اليوم المبارك مباشرة مع الصدارة ونتابع المراكز الأولى بدقة وبتركيز عالي هنا مركز مركز هنا في هذه اللحظات الجميلة لنلحق هناك بركب الصدارة وركب المقدمة هنا من خلال تحديات هذا الاندفاع الجميل الصدارة والمركز الأول مع هذه اللحظات أيها الحفل الكريم هذا امعارك اللي يحتل المركز الأول والصدارة راشد بسعيد بن منانا الاكتبي اللي يحتل المركز الأول هنا ويقدم امعارك على المركز الأول بينما المركز الثاني ثاني المراكز هذا درب لسيب بن عوض بالرشاش البلوشي اللي يندفع هنا ويأتي بدرب هنا مرشح غوي في هذه الانطلاقة نقلتنا إلى ثالث المراكز هذا درعي درعي على ثالث المراكز راشد بن أحمد بن علي بن عامر العويسي هنا شعار الشاعر منطلق بغوة في هذا الاندفاع بينما المركز الرابع رابع مراكزنا هذا رماح سيب بن دقاش بن محمد العامري اللي يقدم هنا رماح في المركز الرابع نقلتنا مباشرة إلى المركز الخامس واللي يحتل خامس المراكز هنا في هذا الاندفاع الجميل في المركز الخامس المركز الخامس هذا هو لبيب لحياب بن مطر بن سعيد بن حادة الاكتبي يحتل المركز الخامس مطوعنا هنا غادم بكل غوة في هذا التحدي والاندفاع المركز السادس هذا الغشمري خليفة بن سالب بن سعيد بن حلوكة اللي يحتل المركز السادس في هذا التحدي ويقدم شعاره الجن الفار وميدان التغنية والتكنولوجيا غادمين بكل غوة سادسا المركز السابع المركز السابع مزعل عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري والمركز الثامن ثامن مراكزنا غازي لوليد بن سليمان بن ناصر الرشيدي ثامنا والمركز التاسع مصيحان سعيد بن صغير بن قنون بن يرادة الاكتبي تاسعا والمركز العاشر وعاشر التحديات في هذا الانطلاق هملول سهيل بن سلطان بن تريم الاكتبي هذه مراكزنا العشرة الأولة أيها الحفل الكريم النداء الأول مع سن الإذاع وسن الإمتاع في أشواط الإنتاج والمنتقين لمنافسة الستة كيلو مترات مسافتنا التي يتنافس عليها كل المشاركين التنافس الشريف في هذه الرياضة العربية الأصيلة الصدارة المركز الأول عودتنا إلى الصدارة الله 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 الصدارة مع أمعارك أمعارك اللي يحتل الصدارة هنا ويتقدم بكل غوة راشد بن سعيد بن منانه الاكتبي من يتصدر هنا في هذا الشهوط ويرفع هذا الشعار في كل مشاركات وفي كل تحديات في رياضتنا العربية الأصيلة في داخل الدولة وخارجها المركز الثاني نتابع المركز الثاني درعي راشد بن أحمد بن علي العويسي هنا غادم بوزايد نتمنى لك التوفيج هنا مقلال مشاركات في هذا التحدي الجميل في المركز الثاني نقلتنا إلى ثالث المراكز هذا درب اللي على المركز الثالث غادم من العين العين دار الزين سيب بن عوض بالرشاش البلوشي ثالثا والمركز الرابع المركز الرابع أيها الحمد الكريم هذا رماح سيب بن دقاش بن محمد العامري اللي يحتل المركز الرابع ويأتي برماح في هذه الانطلاق ونقولك ركز يا بن دقاش ركز مع هذه الانطلاقات والسلامات نبغاها عينوية عينوية في هذا اليوم الجميل المركز الخامس لبيب أحياب بن مطر بن سعيد بن حاذة الاكتمي يحتل المركز الخامس في هذا الشوط ويأتي بلبيب اللي على خامس المراكز المركز السادس وشعار عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري هنا يقدم مزعل مزعل في المركز السادس المركز السابع هناك شعار بن محمد بن محمد غادم مع الغشمري خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة يحتل المركز السادس في هذه اللحظات المركز السابع سابع مراكزنا أيها الحمد الكريم هذا غازي غازي للمشاركة وغازي للمنافسة وليد بن سليمان بن ناصر الرشيدي يحتل المركز السابع في هذا الشوط والمركز الثامن بدأ يتحرك هناك مرموق مرموق غادم بكل غوة في هذه اللحظات الجميلة مع بن مرخان محمد بن مبارك بن مرخان بومنصور ما شاء الله وتبارك الله بمشاركة فعالة في هذا الاطلاق المركز التاسع أيها الحمد الكريم صحان السعيد بن الصغير بن قنون بن يرادة الاكتبي والمركز العاشر شاهين حمد بن سالم بالاسود العامري هذه مراكزنا العشرة الأولى أيها الحمد الكريم والنداء الثاني اللي يدور ويسير حول المراكز العشرة الأولى عودتنا في هذه اللحظات الى ركب المقدمة الى الصدارة الى المراكز الأولى يسلم يا سلام يا سلام يا سلام بدل ير بدل ير في هذه اللحظات الجميلة هو معارك لا زال معارك في المركز الأول لا زال هنا في هذه اللحظات لوحة الإعلان النهائية 1200 متر تفصلنا عقط النهاية ومعارك لسيد راشد بسعيد بن منانة يحتل المركز الأول ويتصدر يتصدر وأيضا هناك رماح سيب من دقاش من محمد العامري يحتل المركز الثاني ويندفع هنا بغوة الدفع الذاتي المركز الثالث هذا درعي على ثالث المراكز لسيد راشد بن أحمد بن علي بن عامر العويسي حرك الشاعر وخلك يمركز المركز الرابع هذا درب لسيد بن عوض بن رشاش لبلوشي ومزعل يحتل المركز الخامس للسيد عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري هذه المراكز الخمسة الأولى الفايف ستار العودة إلى الصدارة شوف الأداء الجميل شوف الرقص شوف التحمل شوف الغوة شوف الإثارة الله 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 يا معارك معارك هنا معارك معارك معركة الغبر والبسوس السلوب الزعبيل ينتظرون التحية من هذا الشعار شعار معارك لسيد راشد بن سعد أمنانة ولكن هنا بندقاش بندقاش غير الأمور بدل الموازين في هذه اللحظات مع رماح سيد سيف بندقاش من محمد العامري سلام عيناوي سلام سلام يا العين يا دار الزين سلام يا العين يا دار الزين مع رماح يفوز ينتصر ولكن بمنانة بمنانة عند رأي آخر تحدي ثنائي زعبيل ولا العين زعبيل ولا العين يا سلام الله 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 غير معارك بدل الموازين غير الأمور سلام يا زعبيل سلام راشد بن سعيد بمنانة يفوز ينتصر بالمركز الأول المركز الثاني يا رماح سيف من دقاش من محمد العامري المركز الثالث مزعل عبد بن اعتق بالزيتون المهيري المركز الرابع درب سيف من عواض بالرشاش البروشي المركز الخامس المركز الخامس شاهين حمد بن سالم بالأسود العامري ما شاء الله وتبارك الله رقص ولا روع تحدي تحدي مثير للغاية والتنافس الثنائي ما بين الرمباح ما بين معارك لكن معارك سمد صمود ورجع رجع بالفعل غوية افتراس الفوز والانتصار مع خطة النهاية غاطع مسافة ستة كيلو مترات توقيت وغدرة تسع دقائق ست عشر ثانية ثمان اقزاء من الثانية مشكور يا راشد يا ابن سعيد يا ابن منانة والتحيي نوصلها سعيد ابن منانة بن غدية الاكتبية مشكور يا ابن سالم على هذا الانتاق الطيب المركز الثاني اللي ما قصر بيدا بالفعل غدم العرط اللي يشكر عليه هو رماح سيب بن دغاش بن محمد العامري توقيت تسع دقائق سبعة عشر ثانية وقزاء واحد من الثانية مشكور يا ابن دغاش ثالث المراكز اللي وصل واحدة للمركز الثالث في هذه اللحظات مخرقنا العزيز رويدا رويدا المركز الثالث غطع مسافة الستة كيلومترات توقيت وغدرة تسع دقائق تسع دقائق ثلاث وعشرين وثمان اقزاء من الثانية هو مزعل عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري تهارينا للجميع وانا موسيقى اشتركوا في القناة